عندنا حاجات بقى ملفات كتير اول نهاردة بس اعتقد اهمها لائحة الاتحاد المصري اللائحة اللي اعلنها الاتحاد المصري النهاردة بما فيها بقى مواعيد القويد بما يفهمها اللعيب الاجانب يعني عداك شايف اهم النقط اللي موجودة في اللائحة والله طبعا كل النقط مهمة بالنسبة للفرق المشاركة في الدوري انما هنا بشوف انه يعني واضح انه هيتخذ هذا الموسم كمرحلة انتقالية لانه الاندية كلها متعقدة مع لعيبة ومرتبطة وبالتالي بقى في مرحلة انتقالية تستمر هذا الموسم لحين ان شاء الله بمعنى يعني مرحلة انتقالية اللايحة دي بداية من الموسم القادم ما هي بداية من الموسم القادم تستمر طوال الموسم وفيما بعد ممكن يعاد النظر فيها لانه الاندية مرتبطة بتعقدات يعني طبعا اهم ما فيه انه اربع لعيبة جانب من حق كل نادي زائد لاعب يعامل معاملة المصري من عدة دول منها المغرب العربي منها فلسطين سوريا المنطقة الليها العربية طبعا استمح بقيد 30 لاعب زي السنة دي زي السنة دي اه في قايمة كل فريق اه فيه برضو من الاشياء المهمة انه السماح للعبين بالانتقال الحر في حالة تأخر النادي في سداد المستحقات لمدة شهر شهرين شهرين بناء على قرار من لجنة شؤون اللاعبين برضو دي بتحل مشاكل كتيرة جدا بين اللعيبة وبين الاندية بتاعتها اه طبعا فترة التسجيل الاولى اه مفروض انها تبتدي اه سبت عشرة اكتوبر ايوه عشرين عشرين وتنتهي اربعة نوفمبر عشرين عشرين اتنتهي اربعة نوفمبر